هنا لازم يا جماعة نحط نفسنا كلنا قدام سؤال ونضع هذا السؤال قدام بقى شركة ميتا قدام فيسبوك قدام الاتحاد الأوروبي قدام الجن الأزرق من الآخر يعني يعني أنا دلوقتي لو عملت سيرتش على فيسبوك مش هلاقي صورة بنيمين نتانياه وهو رفع الصورة بتاعة فلسطين من وجهة نظره هو إنها إسرائيل بالكامل وناسي إن فيه غزة وناسي إن فيه ضفة هلاقيها على فيسبوك ولا مش هلاقيها هلاقيها طب اتنين هو ده صح لا غلط ثلاثة هو الشرعية الدولية بتقول كده لا ما بتقولش كده قرارات الأم المتحدة بتقول كده لا ما بتقولش كده طب وفيسبوك سيب الخريطة بتاعة بنيمين نتانياه ليه ولا هم الفلسطينيين وحشين والتانيين ملايكة يعني الملايكة اللي عايشين هناك دول عادي يقولوا اللي هم عايزين وما فيش مشكلة ماشي الحال فيش أزمة يعني يعني لما يحرضوا على الشعب الفلسطيني عادي لما يحرض على الإبادة والسياسات الأبرتايد عادي لما يحرض على محاصرة الشعب الفلسطيني عادي يعني البوستات بتاعة الجيش المحتل لما يقول احنا هنخلي قطاع غزة ألا يعتبر ذلك أمام الضمير العالمي أنه تهجير قصري وتطهير عرقي يعني ايه أنا هخلي قطاع من سكانه يعني ايه طب ليه الفيسبوك ما بيحزفش ده مش دي البيانات بتاعتهم يا جماعة دي بيانات رسمي من عندهم الفيسبوك ما شلهاش يعني لا شالها وهي بالعربي ولا شالها وهي بالعبري ولا شالها وهي بالانجليزي بلد رسميا جيشها بيقول هنخلي القطاع هنفضي القطاع طب ليش دي بلد بالمقررات الدولية محتل يعني العالم بيقول ايوة ده اسمه احتلال قطاع غزة منطقة تحت الاحتلال طيب قولي تحت انهي قانون دولي من حق المحتل ان يقوم بضرب الشعب الذي تم احتلاله بالطيرات لحد الابادة فين طب وبتسمح بالمنشورات دي ليه انا تعلمت حاجة في حياتي انا لا قلوم الاخر على امتهانولية انا قلوم نفسي مين اللي سكيت احنا مين اللي تشارزم احنا مين اللي ماخدش قرار موحد احنا بس كده اللي النتيجة ايه النتيجة ان مصر سوف تضل دائما هي القلعة الوحيدة اللي هتدفع عن فلسطين هيظل الشعب المصري هو الشعب الوحيد اللي مستعد انه يبذل كل ما لديه وحتى روح لاجل فلسطين حصلت قبل كده يوهوهو حصلت فربح حروب يعني مش بنح لم لا لا هي حصلت فربح حروب دفعنا فيها مئة الف شهيد لاجل فلسطين سيبك من الفلوس وسيبك من اعمار غزة وكل ده جميل مئة الف بني ادم مئة الف نفس رحت على شون فلسطين يبقى من الاخر انا بقولك هو القلعة الوحيدة الباقية للدفاع عن القضية العربية مصر الشعب الوحيد اللي مستعد اللي بازل اغلى ما يملك مصر ودون تردد